رفعت الراية البيضاء في هذه اللحظات فتحت البوابات وانطلقت الافراس المنتجة محليا عمر الثلاث سنوات التي لم تربح على بركة الله تعالى في شوطنا الاول على مسافة الالف وستمائة متر عوسجة في المركز الاول لنستعد من الداخل الان في محاولة للانطلاق من الافراس المنتجة محليا عمر الثلاث سنوات مع بداية هذا الشوط مشاهدين الكرام ومستكنة وشاهدها الان ايضا تتقدم كذلك ميراندا تتقدم الى المركز الاول محاذا بين الرباعي عوسجة لنستعد واميراندا وكذلك مستكنة في بداية هذا الشوط التنافس بين الافراس المنتجة محليا عمر الثلاث سنوات الملاحقة كذلك وشاهدها من بنت دوات الان في تقدم الى مركز متقدم كذلك عبرودة تأتي من الخارج في انطلاق في هذا الشوط للافراس مشاهدين الكرام وعوسجة تتقدم الان لنستعد تحاول وكذلك عبرودة في المركز الثالث المركز الرابع لبنت دوات والانطلاق في هذا الشوط مشاهدين الكرام لعوسجة المرشحة الاقوى للفوز في هذا الشوط المنعطف في الاخير بداية الخط المستقيم الانطلاق لعوسجة المرشحة الاقوى للفوز في هذا الشوط في انطلاق قوية الى المركز الاول مع كاميلو اوسبينا في محاولة للحفاظ على المركز الاول والمصادقة على الترشيحات في هذا الشوط وعوسجة في طريقها ما شاء الله تبارك الله الى المركز الاول والخروج من هذه الفئة في اتلافراس المنتجة محليا التي لم تربح وعوسجة تنفرد بالصدارة ما شاء الله تبارك الله في تحسين للمركز ومستوى متصاعد لهذه الفرس المميزة ابنة الحراق مع كاميلو